بسم الله الرحمن الرحيم بداية أرحب بكم جميعا في هذا اليوم الفضيل يوم الجمعة في أيام شهر رمضان المبارك نعاد عليكم جميعا وعلى جميع اللبنانيين والمسلمين بالخير والبركة إن شاء الله هذا المؤتمر الصحفي هو حول ملفات الفساد كما سبق وأعلن سماحة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حفظه الله فبعد عامين على إطلاق سماحته الحرب ضد الفساد وكما سبق والتزمنا قبل أكثر من عام أمام اللبنانيين للجوء إلى محكمة الرأي العام نقدم اليوم جردة حساب للشعب اللبناني لتبيان ما قمنا به لأن من حق شعبنا علينا أن نصارحه بالحقائق والوقائع والمستندات كنا ندرك منذ البداية صعوبة الحرب التي نخوضها ضد الفساد في لبنان فهي أصعب من الحرب مع الاحتلال الإسرائيلي لتشابك التعقيدات الداخلية والاستشراء الفساد في مختلف مؤسسات الدولة ولأن الفاسدين لن يتركوا سلاحا طائفيا أو مذهبيا إلا وسيلجأون إليه وسيتحصنون بالحمايات السياسية لمنع محاسبتهم واستعادة ما سرقوه من مال الشعب ولن يكفوا عن تسييس مكافحة الفساد وتصويرها تصفيت حسابات خلافا للحقيقة والواقع وسيجدون منتفعين وإعلاميين وأحيانا أناسا بسطاء يدافعون عنهم بذريعة حماية رجالات الطائفة والمذهب والجهة السياسية التي ينتمون إليه وكنا ندرك أيضا أننا لسنا بوارد أن نتولى بأنفسنا محاسبة الفاسدين وأن المقاومة التي يثق بها شعبها لن تستخدم الوسائل نفسها التي استخدمتها ضد الاحتلال لاختلاف طبيعة الحرب وأدواتها وأنه لا يمكن أيضا إنشاء محاكم ميدانية ولا محاكم ثورية بصلاحيات استثنائية ففي ظل هذا النظام القائم في لبنان النظام الطائفي المعقد سنحتكم إلى سلطة قضائية جرى تركيبها على مدى عقود من الزمن تبوأ بعض قضاتها مواقعهم استنادا إلى تبعيتهم لسلطة سياسية سلبت القضاء استقلاليته لتمرير مشاريعها ومنافعها وقد تحالف بعض هؤلاء القضاة مع الفاسدين داخل تلك السلطة بل كان هذا البعض أشد فسادا من السارقين أنفسهم وفي المقابل كنا على ثقة أننا سنجد قضاة شجعان أننا سنجد قضاة شجعانا يلتزمون قسمهم ومستعدين لخوض هذه الحرب الوطنية ضد الفساد مهما كانت التبعات وهم موجودون اليوم وسنكون معا دفاعا عمال الشعب كنا أمام خيارين إما أن نترك البلد تحت سطوة منظومة الفساد العميقة ونكتفي بتسجيل مواقف الإدانة أو توجيه اتهامات عامة لرفع العتب ليس إلا وهو ما لم يعتد عليه حزب الله في سياساته تجاه شعبه وبلده هذا الخيار الأول والخيار الثاني أن نتحمل المسئولية الوطنية والشرعية ونخوض الحرب ضد الفساد بالوسائل القانونية المتوفرة مع ما فيها من صعوبات وعقبات قررنا خوض هذه الحرب دفاعا عن شعبنا المظلوم والمنهوب ونحن على دراية كاملة أنها ستكون حربا طويلة وأن هناك من سينتظر النتائج الفورية أو من سيعتبرها ورطة كما كنا نسمع دائما أنه شواء الورطة لتوردت فيها أو حرب لا طائل منها لوجود محميات وحصانات ووضع طائفي ومذهبي كما تعلمون جميعا قررنا خوض هذه الحرب بمعزل عن أي كلام آخر مهما كان ومن أي كان ومنذ بدايتها شهدنا ولا نزال نشهد تغييرات كثيرة ظهرت تباشيرها في تراكم الوعي الشعبي ضد مظاهر الفساد والفاسدين وصارت الملفات معروفة وتحت مجهر المتابعة الشعبية والإعلامية الدائمة وهو ما أسهم ويسهم في ردع الفاسدين هلأ إذا تركلنا شيء بعد بالبلد ليس رؤوه في ردع الفاسدين أو كشف فسادهم ليحاسبوا أمام محكمة الناس قبل حكم القضاء قررنا خوض هذه الحرب من خلال القانون فهو السبيل الوحيد المتاح ومن لديه سبل أخرى فليقدمها للشعب اللبناني إذن الحرب من خلال القانون وعبر مؤسسات الدولة هناك المجلس النيابي الحكومة القضاء الأجهزة الأمنية والرقابية وفوق هذه السلطات والمؤسسات هناك أيضا الشعب اللبناني فالناس المخلصون هم شركاؤنا أيضا في هذه الحرب ونحن ندعوهم اليوم بعد عامين على إطلاق هذه الحرب وبعد عام على تقديم ملفاتنا ومستنداتنا للقضاء ندعو الناس المخلصين ليكونوا يدا بيد معنا فوجعنا واحد ومطالبنا المحقة مشتركة وجميعنا نعاني من هذا الخطر المحدق في بلدنا فالحرب ضد الفساد هي حرب شاملة تحتاج إلى القوانين وإلى القضاء وبقية أجهزة الدولة وإلى القوى السياسية المخلصة وإلى الناس وإلى وسائل الإعلام أيضا ولأننا نكافح الفساد من خلال قانون وجدنا أن ما هو متوفر من تشريعات غير كاف فبدأنا ورشة تشريعية حتى قبل ما تتشكل الحكومة الأولى للانتخابات لأنها تأخرت أشهر وكنا نحن رابطين بداية العمل بتشكيل حكومة قبل تشكيل حكومة الأولى بعد انتخابات 2018 بدأنا داخل الكتلة وداخل ملف مكافحة الفساد ورشة تشريعية وقدمنا اقتراحات قوانين بعضها أقر في المجلس النية مثل تعديل قانون الموظفين بما يسمح بالملاحقة القانونية والقضائية وسعينا لإقرار قانون تعديل قانون المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء بما يرفع الحصانات عن الوزراء لكن للأسف هذا الاقتراح لم يمر في آخر جلسة تشريعية لاعتبارات غير مفهومة ولا ترتبط بالجانب القانوني ولو أقر قانون رفع الحصانات في الجلسة الأخيرة وسلك طريقه طبيعي لكان هناك وزراء سابقون أمام قضاة التحقيق اليوم وتعاوننا أيضا مع كتل ونواب للدفع باتجاه إقرار قوانين مكافحة الفساد وكتلتنا ناشطة في هذا المجال في اللجان الفرعية أو اللجان المشتركة أو اللجان المختصة وتعتبر قوانين مكافحة الفساد على رأس الأولويات وحين تقدم زملاء لنا باقتراحات لدينا مثل هذه الاقتراحات اكتفينا بما تقدم لأن هدفنا هو وجود القانون بمعزل عن من قدمه إن واحدة من العقبات الأساسية التي واجهناها خلال العامين المنصرمين هي تذرع بعض القضاة بنصوص قانونية كالحصنات وغيرها الكثير لا مجال لتعداد اليوم وهي نصوص نعمل على تطويرها لتتلاءم مع أولوية مكافحة الفساد مع العلم أن بعض القضاة يماطل أو يقفي ملفات في الأدراج أو يتواطأ مع الفاسدين ومسؤولية التحقيق معهم تقع يعني مسؤولية التحقيق والمحاسبة لهؤلاء القضاة تقع على عاتق هيئة التفتيش القضائية وفي هذا السياق نحن ندعو مجلس القضاء الأعلى رئيساً وأعضاء إلى تطبيق مضامين قسمهم وإحقاق الحق للشعب من خلال الدفع باتجاه البت بجميع ملفات الفساد المقدمة للقضاء من أي جهة كانت وفي أي قطاع من القطاعات بعيداً عن أي استنسابية أو أي تسييس أو أي ضغوط من أي جهة جاءت وندعو اليوم في هذا المؤتمر الصحفي ندعو اليوم القضاء إلى انتفاضة حقيقية ضد الفاسدين داخل الجسم القضائي وضد أي تدخل سياسي في عملهم خصوصاً في مكافحة الفساد ونحن معهم لتحصين القضاء واستقلاليته وهو ما نعمل عليه أيضاً في المجلس النية لقد انطلقنا في خطواتنا العملية ألا اللي رح نحكي عنهم بعد شوي ملفات لقد انطلقنا في خطواتنا العملية من مجموعة الضوابط ومعايير دينية وأخلاقية وقانونية سبق لأمين عام حزب الله سماحت السيد حسن نصر الله أن شرحها في مناسبات عديدة وهي هذه الضوابط والمعايير لا تتبدل بتبدل الأوضاع والظروف ولا تتغير على وقع السخب الإعلامي والسياسي أو محاولة التشكيك والتطبيط لأننا نؤدي تكليفنا وواجبنا ونتحمل مسئولية أمام الله عز وجل أولاً وأمام شعبنا ثانياً سأعيد التذكير ببعض هذه الضوابط والمعايير واحد تحديد مكام الخلل الأساسية في مال الدولة أي أن نعمل على الملفات الكبيرة والأساسية وعدم الاستغراق في الجزئيات فهناك مئات شكاوى عن رشاوة في هذه الدائرة أو تلف وعن تلزيمات صغيرة فيها ثغرات وعن متعاهدين يغشون في المواصفات وعن موظفين يقومون بممارسات خلافاً للقانون وهي جميع حالات فساد لكن مسئولية المتابعة اليومية تقع على عاطق أجهزة الدولة وخصصان الأجهزة الرقبية وما وردنا من شكاوى من مواطنين أو من موظفين أو من أي أحد في هذه الملفات الجزئية الصغيرة تابعناها مع الجهات المعنية في شيء قدرنا نجد له معالجي في شيء بئي عند هذه الجهات لكن هذا لم يكن من وظيفة هذا الملف وإن كنا تقبلنا كل شكوى الاثنين يعني بالضوابط اعتبار الحرب على الفساد قضية وطنية نتعاون فيها مع جميع المخلصين والجادين بمعزل عن الاستفافات والخصومات السياسية وعدم المنافسة مع أحد في ملفات الفساد في فتح ملفات الفساد كل ملف جرى تقديم إخبار عنه للقضاء من أي أحد وفي أي قطاع من القطاعات وأصبح في عهدة القضاء من الطبيعي أن يتصد له بالدرجة الأولى من قدمه لأنه عنده معطيات المستندات نحن من جهتنا نتابع ونواكب ونلاحق ونطالب القضاء ألبت بهذه الملفات وفق الأصول لأن هدفنا هو مكافحة الفساد وليس تسجيل نقاط أو الانتقام أو تصفية الحساب فإننا نلتزم عدم التشيير بأحد ممن عليهم شبهات فساد أو ممن وردت أسماؤهم في الملفات التي قدمناها للقضاء فأسماء هؤلاء الأشخاص من وزراء وموظفين ومتعهدين كبار ومؤسسات صارت جميعها في عهدة القضاء وعليه وحده تقع مسئولية تحديد من هو المتهم ومن هو البريد والقضاء هو من يحكم على الفاسد ويسوق هذا الفاسد إلى السجن فلسنا نحن أو أي جهة أخرى من يحقق ويصدر الأحكام ويطالب بأن عليه أن يزين الفاسد طيب دائما منسمع تحكم عن الفساد ما بنشوف فاسد بالسجن لسنا نحن من نسوق هذا الفاسد إلى السجن الذي يحكم والذي يقرر بسجن الفاسدين وباستعادة الأمال هو القضاء وليس أي أحد آخر وكل الكلام عن ضرورة تسميتنا للفاسدين هو من باب المزايد أو محاولة تسجيل النقاط أو لفشة الخلق في ناس بدأت فشخلها بتقول طلعوا سمولنا هذا ليس منهجنا ولا طريقتنا بالعمل فإذا أو محاولة تسجيل النقاط أو لفشة الخلق أو لإيجاد معارك سياسية لا طائل منها ولن يدفعنا أحد في مواقفه في الإعلام أو وسائل التواصل للخروج عن قيمنا نحن بالنهاية أناس نتحمل مسؤولية الإنسان المسؤول لا يمكن أن يطلق الكلام كيفما كان من دون أدلة وبراهين ومن دون اللجوء إلى الجهة المعنية فإذا جهة المعنية القضاء لن يدفعنا للخروج عن قيمنا كل هذا الكلام اللي بنسمعه وعن القوانين المرعية الإجراء في مثل هذه الحالات مع العلم بالأشهر الماضية كل الاتهامات والتسميات يعني هذا اللي سمى فلان وفلان سمى فلان واتهموا بعضهم بالفساد هل أدت إلى سوق فاسد إلى السجن؟ أبداً كل التسميات التي وردت على لسان سياسيين أو وسائل الإعلام لم تؤدي إلى إدخال فاسد إلى السجن وكان رد المتهمين دائماً أنه روحوا على القضاء طيب نحن من البداية ذهبنا إلى القضاء بناء على هذه الضوابط سلكنا مساراً واضحاً على خطين الأول التشريعات والقوانين لسد الثغرات وإلغاء الحجج والذرائع وهذا مستمر من قبلنا في المجلس النياني الثاني وفق لنا الضوابط لعدات ثلاثة منها وفي أكثر منها بس هو الأساسيات المسار الثاني تتبع ملفات الفساد الأساسية وفق توزع الكتل المالية للدولة وهي على الشكل التالي هلأ بدأنا بالملفات اللي فتنا عليها راح نشرحها طبعاً راح تشوفوها على الشاشة جبنا الأموال العامة كيف تتوزع أموال الدولة يعني كل شيء اسمه ما العام كيف يتوزع شو ما نابعه شو مصادره وين بتروح الأموال لعنا الموازنة العامة اللي فيها النفقات والإرادات هلأ بحكي كل نقطة بحكي عنها كلمتين بعدين عندنا المصرف المركزي وفي عندنا ثلاثة المؤسسات العامة مثل الكهرباء الاتصالات المرفأ إلى آخر في عديد من الملفات أخذنا نمازج من النمازج الأساسية طبعاً وفي البلديات عندها مال عام أي مال منهوب أو مهدور لا يخرج عن موضع من هذه المواضع والجميع في لبنان اليوم يطالب باستعادة الأموال المتأتية من الفساد والمصطلع عليها الأموال منهوب جزء أساسي من المال المنهوب سيطلع عليه اللبنانيون من خلال اللي رح نعرضه الآن أولاً بالموازنة الموازنة العامة وهي تشكل الكتلة المالية الأكبر للدولة والمال المنهوب منها هو من مدخلين مدخل الأول حصول على أموال من الإنفاق بطريقة غير شرعية مثل التلزيمات مدخل الثاني حرمان الخزينة من الإيرادات وخصوصاً من خلال تهرب الضريب أو التهريب أو احتلال أملاك عامي لذلك كان تركيزنا المحور على الموازنة حيث تبين وجود ثغرات جوهرية لا تستقيم مالية الدولة كل الشغل اللي ممكن نشتغله إذا ما صلحنا هون بيبقى عنا ثغرات كبيرة فإذا لا تستقيم مالية الدولة من دون معالجتها لهذه الثغرات ومنها إعادة تكويل الحسابات إقرار قطع الحساب السنوي والدفع باتجاه أن يكون هناك موازنة سنوية لوقف الإنفاق على القاعدة الاثنين العشرية والعمل على إدخال إصلاحات جوهرية على الموازنة اليوم كل اللي عمي ويقبوا الوضع المالي حتى اللي بيسمعوا المؤسسات الدولية بالطالب بتدقيق محاسبة خصوصاً بأموال الدولة وأيضاً أن تكون هناك إصلاحات جوهرية الإصلاحات وين أكترى بيكون بالموازن طيب هذا كنا نحن من أوائل من رفع هذه المطالب وسعى إلى تحقيقها مع العلم أن كتلة الوفاء للمقاومة منذ عام 92 إلى عام 2018 2018 آخر موازنة لم توافق على أي موازنة من الموازنات التي كانت تشوبها شوائب كثيرة كنا مش فقط أنه نائش كنواب والنواب اللي كانوا موجودين أنا بهذه المرحلة ما كنت موجود نائب فالنواب يناقشوا ويصوتوا ويصوتوا ضد يحاولوا يدخلوا إصلاحات لكن كانت التركيبة لا تسمح لم توافق الكتلة إلا على موازنتين 2019 و2020 لتضمنهما بعض مطالبها الإصلاحية طبعاً مش كل المطالب لكن حققنا فيها جزء من المطالب فإذن كل السياسة المالية السابقة في الموازنات كنا نحن على طرف الآخر المعارض وضد حتى بالتصويت في مجلس النواب أود هون بما أننا نتحدث عن موازنة أن أشير إلى أن لدينا مطلباً أساسياً لأنه محله هون بالموازنة أن لدينا مطلباً أساسياً في موضوع الموازنة وهو دعوة الحكومة إلى التدقيق المالي في الإنفاق على السناديق والمجالس سواء أكان التمويل محلياً أم أجنبياً وهو أمر سيكون محل متابعة من قبلي هذه أول نقطة إلى علاقة بالموازنة نقطة الثانية المصرف المركزي أنه الكتلة المالية الثانية بعد الموازنة موجودة بالمصرف المركز سبق وطرحنا في المجلس النيابي ملف هدر كبير في المصرف المركزي واتا اعترض علينا من اعترض أنه نحن عما نحكي عن المصرف وهذا ممكن يؤثر على القطاع المصرفي وعلى المصرف المركزي وما قوله هنالك وقلنا لهم أنتم وين يخدين البلد بهذه السياسة اللي بيتذكر بمجلس النواب فإذا انطرحنا ملف هدر كبير بالمصرف المركزي استفادت منه بالدرجة الأولى المصارف وهو ملف الهندسات المالية التي نفذها المصرف المركزي بقرار فردي ومن دون التشاور مع أحد من المعنيين معنيين بالأرار وكذلك غير الهندسات إعطاء فوائد مرتفعة لمصلحة المصارف المبلغ المقدر هو أكثر من خمسة وعشرين مليار دولار هندسات وفوائد على سبيل المثال بديعطي مثال إرادات هاو حكي نوهن مش هاو طرحناهن يعني هذه من الملفات التي سبق وطرحناها إرادات المصارف بتلات سنين 2016 2017 2018 بلغت 23 مليار دولار أحكي إرادات من الهندسات المالية ومن سندات الإداع سندات الخزينة وشهادات الإداع طيب أحد المداخل الضرورية لمكافحة الفساد بجدية تبدأ من معرفة الخسائر التي تكبدها المصرف المركزي والأسباب والأسباب الحقيقية ومن استفاد قدرت الحكومة الفجوة المالية للمصرف المركزي ب 63 مليار دولار وقررت تدقيق المحاسب هذا الملف سلك المسار القانوني ونحن كما بقيت اللبنانيين ننتظر هذا التدقيق المالي وسنتابع بجدية وبوتيرة سريعة لمعرفة من أخذ أموال اللبنانيين هذه 63 مليار أموال الناس أموال الناس والدولة من لمعرفة من أخذ أموال اللبنانيين من تسبب لهم بهذا الوضع الذي يعيشونه اليوم من سجن ودائعهم بدل سجن الفاسدين من تسبب بانهيار سعر عملتهم الوطنية والغلاء الفاحش والجوع نحن اليوم نوجد كلامنا مباشرة للحكومة جيد أنتوا قررتوا يا حكومة تعملوا تدقيق محاسبي ومالي بخسائر المصرف لكن السقف الزمني منه مفتوح حكومة معنية واجبة تحدد لنا سقف زمني أي متى بدي يخلص هذا التدقيق وما يضيع كما تضيع الكثير من الأمور في البلد ثلاثة كتلة الثالثة بالمؤسسات وقت نحكي عن المؤسسات إما هي اللي هي بتجيب مفترض إرادات بتكفي حالة حكينا مثال كهرباء هلا الاتصالات بقية لك ما تحكي عن بعض الملفات فيها الانفاق الأكبر على المؤسسات العامة هو على مؤسسة كهرباء لبنان وكما سبق وطرحنا هذا الملف في المجلس النيابي نحن من أوائل من طرح ملف الكهرباء لكن نحن نطرح الملف ونخليه نروح على مساره الطبيعي ما بنعمل مزايدات وكل يوم بدنا نحكي بهذا الموضوع لنقول نحن عم نطرح ملف معين لا هذا ملف حيوي وأساسي طرحناه بالمجلس النيابي ولنالون وقتا المبالغ التي أنفقت من المال العام على الكهرباء كانت بتكفينا لنشتري أربع محطات كهرباء على الطاقة النووية نحن راح نعملنا دراسي قديش بتكلف شفنا بالأردن وبغير دول قدي بده لبنان لبنان بده ثلاث محطات حقاشي أربع مليار خمس مليار دولار كنا نحن ساعتها بنجيب هاي المحطات بنشتريها ومنكتفي بلبنان كله بالكهرباء بنغدي كل لبنان بالكهرباء 24 على 24 وبنصدر لبرا لأن ملف الكهرباء موجود لدى القضاء وهناك شوكاوة وإخبارات عديدة قدمت من آخرين فإننا من موقع مسئوليتنا الوطني نطالب القضاء بالقيام بدوره الكامل في هذه القضية ونريد للتحقيقات في هذا الملف وكل الملفات المتشعب عنه لفيول المغشوش الكهرباء للتلزيمات المعامل ليش وصلنا لهون ليش أنفقناها الآن كل ما له علاقة بملف الكهرباء نريد أن تصل التحقيقات إلى نتائج حاسمة كي تخرج هذه القضية من السجالات والمزايدات السياسية وتكشف الحقائق كاملة في ملف استنزف ولا يزال استنزف خزينة الدولة وللأسف لحد دلما في كهرباء الملف الآخر الذي لا يقول أهمية هو ملف الفساد في قطاع الاتصالات نحن نحكي عنه بسياق عرضنا لأنه هذا نحن قدمناه ونحن متابعين وبنحكي عن ملف الكهرباء في آخرين قدموا فتر هني يعرضوا مستندات ويقدموا هذا الأمر للقضاء وللرأي العام مثل اللازم هناك ملفات في قطاعات أخرى ملفات فساد ما رح نحكي عن تفاصيله بهذا المؤتمر لأنه مش نحنا اللي رحنا قدمنا إخبارات وشكاوي عنها لكن فيها فساد ولا بنقول شو مطلبنا فيه من بين الفساد والهادر في الجماري كم مرة رحكينا بهذا الموضوع قديش تقدم دعاوى وشكاوى حتى الآن ما شفنا شي عملي وملموس تهريب على المعابر الشرعية وغير الشرعية الوظائف الوهمية الوظائف غير الشرعية لأملاك البحرية كل هذه الملفات وغيرها وغيرها لوين نروح نحن في شي عند القضاء موجود لازم هو يطلع يخبر الناس شو عمل فيهن شو الأحكام اللي بدوا يصدرها بكل هالملفين وفي شي عند الجيش والأجهزة الأمنية هني معنونيين فيه لان نسمع كثير حكي معابر شرعية وغير شرعية تفضلوا هيا الدولة موجودة ومؤسساتها موجودة تروح تقوم بواجب الكامل بكل مرافقها ومعابرها وإذا حدا بواجهها وبيعترض عليها تتفضل وتعمل معه المقتضاء القانوني اليوم مطلبنا من القضاء ورح تسمعوا كلمة القضاء كتير من القضاء بالبد بهذه الملفات بل نحمل المسئولية القانونية لكل قاب جرى تقديم شكوى أمامه ولم ينهيها ففق الأصول ونعتبر أكتر من هيك مش بس نحمل المسئولية نعتبر أي تسويف أو مماطلة هو تواطئ مع الفاسدين وبدأ يرجع أقول مسئولية الهيئات الرقبية بالقضاء هي تروح تتابع هذا الموضوع عندنا إشارة أيضا بالملفات اللي مقدم فيها شكاوي من آخرين ملف الأملاك البحرية نحن عملنا قانون وساهمنا فيه وكان بدنا نطوره أكتر وأكتر لكن ها هي التركيب اللي كانت موجودة أنا ذاك بالمجلس وطلعت بهذا اليوم مرأت مهلة سنة نحن ندعو الحكومة بشكل صريح وواضح إلى تطبيق القانون والمسارعة إلى استرجاع هذه الأملاك فورا ممن تخلف عن التطبيق للقانون وعن المهل الزمني هاي فإذا الملفات اللي معروضة اليوم بالبلد فيه ملفات كتير بس هذه الأساسية بدي أدخل على جردة الحساب اللي نحن بدنا نعملها أمام أمامكم أمام الرأي العام مثل ما قلت أنا قبل سنة كنت مجلس نواب وسألوني إذا القضاء ما وصل لنهايات بهذا المال قلت لهم سنلجأ إلى محكمة الرأي العام طبعا مر سنة وشوي يجت ظروف كورونا أخرنا المؤتمر الصحفي إلى هذا التوقيت نحن اليوم عم نقول لمحكمة الرأي العام للشعب اللبناني هون قدرنا نرحق نتائج كثير إيجابية هون بعض في ملفات على الآن بالقضاء وين هي المشكلة الأساسية اللي كنت عم بلش فيها أنه هي يكون عنا سلطة قضائية مستقلة وتروح تبت بكل هذه الأمور وما تداري حدا وما تسير حدا منهجية جارة الحساب اللي راح تشوفها نشوفها سوا نحن وياكم أيضا على الشاشة عنوان الملف الإجراءات القانونية قيمة الهادر الجهات المسؤولين نتائج كل ما سيرت في هذه الملفات هو عبارة عن مستندات رسمية يعني ما في شيء من عنا نحن كاتبين وكل مستندات بتواقعها بتواريخها بجهاتها بالمعنيين فيها وجميعها في عهدة القضاء يعني ما في شيء عنا من هاي المستندات بعضه عنا وموجود ومخبيينه وبتعرفوا أنه دائما بنقال أنه هاي المستندات طيب كيف بدأت دخل الناس على السجن الرؤوس الكبيرة رواني كلها بالقضاء ورح تشوفوا حجمها ورح تشوفوا طبيعتها لهاي المستندات رح بلش بأول ملف لأنه هو ملف طازة صدر فيه ادعاء وما عم بلش فيه حسب يعني قيمة المبلغ لا حسب الترتيب لنحنا معتمدينه الملفات الأولى اللي فيها النتائج الأساسية والملفات الثانية هلا بتشوفوا أول ملف هو شراء المحروقات هذا الملف لم نعلن عنه سابقا قدمنا فيه إخبار للمدعي العام المالي حول الهدر في شراء المحروقات يعني كان الشركات اللي بتستورد المحروقات من برا الجهات المسئولية والنتيجة لتوصلنا له هيدا الملف في تأرير يعني من دوال محاسبة بيقول وعرض عليه هيدا الموضوع طبعا هيدا بسنوات من 2013 14 15 كان موجود أثير سابقا في مجلس الوزراء بس بإنايم وأنا هون بدي شير أنه وزير اللي كان موزير مكافحة الفساد كمان تعاونا نحن وياه بهذا الملف وحقوا علينا نقول أنه نحنا كان فيه تعاون بيننا وبينه حول هذا البلد طيب في دولة عملت اتفاءات مع دول برا لغة الرسم الجمركي تعرفوا تنكة البنزين تتسعر كل أسبوع تقريبا وبينحط السعر وبيكون فيه تركيب بينعمل بينعلن الجدول بيكون فيه تركيبي للسعر يعني كل شي بيتركب عليه بما فيه رسم جمركي كان ينوضع على السعر طيب الدولة عملت اتفاءات مع مجموعة من الدول هذه الدول أعفت لبنان يعني أعفية من الرسوم مش هي أعفت لبنان لبنان أعفى من الرسوم لكن بقي السعر ينحط من قبل الشركة هون مثلا بدوان محاسبة عم يحكي بيرجع بقول ينسحب على عدم صحة التسعير ويحقق لشركات التوزيع ربحا إضافيا تحصلوا من الرسوم وقد يشكل إثراء غير مشروع هذا كان للأسف هذا الملف كان أيضا فيه تأرير مستندات الجماريك عم تشوفوه عن كون لفت نظر وزارة طاقة والمياه إلى الربح الإضافي المحقق من قبل شركات توزيع الذي تحصله من الرسوم من خلال استفادة من الإعفاء من الاتفاقيات بين لبنان والدول الشركات أنهم أعفى المواطنين أعفى من الرسم مفترض أن يظلوا يأخذوا الرسم لألهم ماشي طيب الدائم مثل هادر هذا هادر من جايبت الناس واحد أو عشرين مليون دولار وستمائة ألف وهذا رقم مدقق يعني من قبل الجهات المعنية نحنا تقدمنا بهذا الملف إلى القضاء وسلمنا المستندات هذه أول مستندات عم نعلن عنها طبعا حطين نحن قاعدة ما رح نحط أسماء بالمستندات يعني حتى هلا بتشوفوا وقت ندعى على الشركات اللي هي الجهات المسؤولة الشركات المستوردة للنفط وإذا في جهات رسمية تلكأت القضاء بيقرر الشركات المستوردة للنفط طلع الادعاء من القبل مدعي العام المالي وحول هذا الادعاء على عند قاضي التحقيق ونحنا ناطرين النتائج بهذا الملف فإذا هذا أول ملاف فينا نقول أنه سالك مساره الطبيعي وصار فيه ادعاء ومتل ما عم تشوفوا داع على شرك على عشر شركات عنا أسماء بس نحنا ما بدنا نحط اسم حدا هذا الملف الثاني ملف كتير كبير واشارت له بالمدخل هو ملف قطاع الاتصالات قطاع الاتصالات كلكم تذكروا في بعض الصحفيين الموجودين هون واكبوا معنا المعركة خصوصا من عام 2016 من خلال لجنة الإعلام والاتصال هذا الملف في مجموعة من العناوين في الانترنت غير الشرعي في التخابر غير الشرعي في الهدر في مشروع الألياف الضوئية وفي الهدر في شركتين الخلو الانترنت غير الشرعي بعد سنتين في الـ 2018 جمعنا اللجنة والقضاء القضاء الأساسيين كان وقتها مدعم التمييز مدعم المالي فوض الحكومي لدى المحكمة العسكرية كان وزير الدفاع ووزير المالية ووزير الاتصالات كل الناس اللي واكبوا معنيين يعني الجهات من وزارة العدل موطنين على وزارة العدل ولتلهم الوقتها هلا أول مرة يمكن نحكيها بالعالم بدي جب لكم قلب جاتو نحتفل بمناسبة مرور سنتين أنا ذاك على هذا الملف الذي لم نرى فيه الفاسدين الكبار يحاسبون هذا ملامه في الانترنت غير الشرعي الحد الأدنى لقيمة الهدر السنه وفي تلاتمئة مليون دولار حد تلاتمئة الادنى الوزارة المالية وقتها قيلت أربعمائة مليون دولار عم تخسر الخزينة كل سنة لأنه яنترنت ما عم يجي عبر الدولة لأن الدولة سعتـا بتستوفي عم يجي بطريقة غير شرعية هذا المالف فإذا لحنا تلاتمئة مليون دولار نتيجة الدراسة اللي كانت مع مولي لكن تأدير وزارة المالية أروع مليون دو حتى إذا حدا بدي أقول من وين الأرقام كلها أرقام رسمية وقالها معنيون هيدا الملف الأول شو عملنا نحن نحن رحنا بإجراءات قانونية تذكروا بمجلس نواب لجنة الاتصالات قدمنا المستندات والمحاضر للمحاضر جلسات اللجنة للقضاء طلبنا تشكيل لجنة تحقيق برلمانية هلا بعدين صار الطلب للجنة التحقيق البرلمانية له علاءة مختص أيضا بملف الخلية وهلا بحكي عنه شو في عنا الهدر بملف شركتي الخلوي طيب هيدا الموضوع أخذ نقاش كثير سواء بلجنة الاتصالات قبل الانتخابات 2018 لكنا موجودين فيها أو بلجنة الاتصالات الموجودة هلا ما هو منهج واحد معتمده حزب الله بمتابعة هذه الملفات للوصول إلى النتائج المطلوبة ومكافحة الفساد ملف الهدر يعني الانفاق اللي بنقدر نضبطه هلا الشركات كانوا يقدروا أنه يعني إذا ضغطوا حالهم بيوفروا بالخمسين مليون دولار تأديرات الموجودة بالنجنة كانت بالمئة وخمسين مليون دولار نقدروا نوفرهم كل سنة نقدر ما منفقهم تتذكروا سبونسيرات منفاق على الإجارات وعلى الاستثمار غير المجدي فيه استثمار وجدي مجدي بنية نحن عملنا تقدير للهدر بالملف الخلي هو مئة مليون دولار بالسنة مئة مليون دولار جمعنا بين الرقمين الرقم اللي الشركات قالت فيها توفروا والرقم اللي كان طالع باللجنة طيب مئة مليون دولار خليني قول من سنة 2012 ليش من 2012 لانه وقت تغير دفتر الشروط وصار الانفاق على حساب الدولي بالأول كان الانفاق على حساب الشركات طيب خلينا نحسب للألفين وتسعة عشر لانه بالألفين وتسعة عشر وفرناهن الضغط اللي مورس والتحرك اللي مورس من قبلنا في المجلس النيابي في اللجنة الاتصالات بالفترة الأخيرة أدى إلى تخفيض هادر سنوي بيمة مئة مليون دولار لانه بالألفين وتسعة عشر ما ما أنفقوا اللي كانوا عام ينفقوا مثل مكان وبالألفين وعشرين طيب عنا قيمة هادر مئة ما يحسبوا على مدى ست سنوات ستمائة مليون دولار ماشي ملاف الألياف الضوية فايبر أوبتيك تذكروا التلزيم خلافا للقانون ورحنا على مشهور الدولة وباللجنة وتابعنا إلى أن توصلنا إلى النتائج المرجوة أنا داك ووقفنا هذا المشروع مجموع الهدر في قطاع الاتصالات الخلوي والانترنت غير الشرعي أربعمائة مليون دولار حسبوا فقط إذا بكن تحسبوا من الفين واثناش إذا بتحسبوا ست سبع سنوات هلا بيطلع معنا الأرقام مين المسؤول مين المسؤول عن هذا نحنا هلأ بكل العرض بنا نقول مين الجهات المسؤولة لكن مين المدان ومين المتهم القضاء بدي يقول نحنا بنقول مين هو المسؤول عن هذا الملم بالاتصالات الجهات المسؤولة وزارة الاتصالات بالدرجة الأولى شركتين الخلوي وفي شركات انترنت خاصة أسماء موجودة عند القضاء شو صار بالنتائج هذا الملف واحد من أبرز الملفات التي نستطيع أن نقول للبنانيين اليوم أنه بالمتابعة والمواكبة والاستمرارية والجدية نستطيع الوصول إلى نتائج جيدة ونحنا توصلنا بهذا الملف إلى نتائج جيدة أول نتيجة استعارة قطاع الاتصالات إلى الدولة اللبنانية كلكم تعرفوا أنه ليش الاتصالات هي التي خاضت أيضا هذه المعركة واستعدنا هذا القطاع القطاع إلى الدولة طبعا نتمنى نقمش نتمنى نطلب وإن شاء الله بنا نكون مراقبين من خلال عملنا البرلماني أن يكون دفتر الشروط هذه المرة لمصلحة الدولة اللبنانية بشكل كامل ما يعود عنا دفتر شروط بالطريقة الماضية ما بنعرف المال اللي طالع واللي نازل كيف بقلب هذه الشركة طالع لا ما بنا نحكم على الأمور مسبقا لكن نحن ننتظر ما ستقرره الدولة من دفتر شروط النتيجة الثانية خفض الانفاق في شركتي الخلياوي بحدود مئة مليون دولار هذا صار تحقق توفر وهون مدام عم نحكي على الانفاق أيضا اليوم المواطن ليش عم يدفع باللبناني على سعر الصرف لأن نحن طرحنا هذا الموضوع وقالنا إذا بده اقتراح قانون كنا عم نحضر اقتراح قانون بعد النقاش بالهيئة العامة بالمجلس النيابين قال هذا ما بده قانون هذا الحكومة بتقدر تعمله وأنا ذاك بعد ما أثرت أني هذا الأمر يقولوا علاقة بالتسعيره كان عم يأخذوا بالدولار تتذكروا كلكم بعد ما أثرنا هذا الأمر بموضوع التسعيره التزمت وزاعة الاتصالات أول مرة لحقنا الموضوع واليوم اللبناني عم يدفع بالليرة اللبنانية على السعر الرسمي بدل اتصالات لأنه في حدا تابع هذا الموضوع وتوصل إلى نتيجة وأنا بلكن هذا الموضوع هذا الملف أيضا من الملفات اللي عملنا عليها وخففنا كثير عن المواطنين ثلاثة من النتائج ادعاء القضاء على وزراء اتصالات سابقين وشركتين الخلوي وأوجيرو وشركات خاصة هيدا بملف اللي قلو علاقة بالخلوي خلوي وهون بتعرفوا أهمية لو أقر قانون رفع الحصنات بعض قال أنه هذا بدوا دارسه مع أنه كان له ست سبعة شهر ولا يخضع للعجلة شو لا يخضع للعجلة ما نحنا هلأ عم نشوف نتائج أنه القضاء بيجي بيقول لك أنا مش قادر أخذه للوزير إلا على المجلس الأعلى الدعية عليهم لكن لوين حولوا على المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء لأنه ما في نص هيك إجتهادهم رغم أنه في إجتهادات أخرى وهون بدي شير لنقطة صارت بمجلس القضاء الأعلى بهذا الملف عندما طرح ملف الادعاء على وزراء سواء كانوا حاليين أو سابقين لكن بهذا الملف الدعية على أنه طرح ملف الادعاء على وزراء انقسم مجلس القضاء الأعلى في أعضاء بمجلس القضاء الأعلى قالوا أنه هيدا لازم يروح عند قاضي التحقيق لكن قضاء وقضت آخرين رفضوا وأصروا وما قبلوا بالإجتهادات اللي بتقول أنه بأضايا الفساد المالي بنحاكم الوزير أمام القضاء المختص وأسقطوا فكرة أن يحول الوزراء إلى القضاء المختص لأنه وقتهم نحولوا على قاضي التحية وبيفتح الملف ممرو على لا قضاء لهو مجلس قضاء أعلى مجلس عفوا مجلس محاكمة الرؤساء مش بشكل أصلا فإذا في مجلس القضاء الأعلى هناك من يتحمل المسئولية ومن لا يزال يرفض إلى الآن أن يطبق اجتهادات قانونية تقول أنه الوزراء بيتحاكم أمام القضاء المختص ولا ولا هناك حاجة لا تعديل دستورة ولا تعديل الأوانين بالنتائج أربعة صدور قرار قضاء فيما يتعلق بملف التخابر غير الشرعي بحق شركة خاصة وصاحبة هذا القرار هذا حكم قضاء صدر طبعا نحن بنعرف أنه في مراحل في الحكم الأولي بعدين الاستئناف بعدين التمييز نحن بننطر القضاء وهذا الحكم قد صدر وهذا ملف كان موجود أيضا بلجنة الاتصالات بالفترة الماضية وقدم هذا الملف للقضاء خمسة أشارت قبل شوي إلغاء تلزيم تمديد الألياف الضوئية لشركات خاصة هاي كلها نتائج إيجابية تحققت لمصلحة الخزينة والمواطن ولمصلحة هذا القطاع بيعنا ملف عالق أمام التحقيقات في قضاء بعبدة يعني أمام قاضي التحقيق بعبدة قلوا أربع سنوات قضية الإنترنت غير الشرعي اللي نطالب اليوم القضاء بأن يبدأ العمل لنا أربع سنين حل أنه تخلص هذه القضية أنا تواصلوا معي من قضاء بعبدة وقلتلوا أنا حاضر أي شيء مطلوب نحنا جاهزين طيب الملف صار عنا رح نحكي هلأ عن ملف الأدوية ملف الأدوية هيدا الملف من الملفات الأساسية اللي اشتغلنا عليها حتى قبل أن يأستلم الوزير جبق جميل جبق وزارة الصحة يعني قبل تشكيل رح نشوف تارير صغير وبنحكي عنه لهذا الموضوع ملف الأدوية هيدا الملف ترجمة نانسي قنقر 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 تسع مليار بين 2017 و 2020 أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية نحكينا عنه كثير من مرة 2017 كانت 13 مليار 2020 صارت 2 مليار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الجمعيات على كل حالة قدرنا من 2017 كانت 388 مليار 2020 331 مليار هلا قد نخفض مشروع الوان دي بي بال 2017 كان 16 مليار بال 2020 8 مليار هون عندي إشارة وهي برسم كل المسؤولين المعنيين بهذا الملف اللي عندهم موظفين اليون دي بي على علم أنها تخفضت الموازنة كيف هلا عم يقبضوا بالدولار وعلى السعر الرسمي يعني اللي راتبوا كان 7000 دولار هلا عم يقبض من الدولة بحدود 28 مليار مليون ليرا في مستشارين عم يقبضوا أكتر من كل كل الموظفين بالدولة اللي عم عاشوا 7000 عم ياخد مصاري بيصرفوا له بيجيبوا له 7000 دولار الراتب طب ما نحنا من وين ها دي من أي بند عم تاخدوا المصاري هدا سؤال عكل حال هلا بنواجهنا وبنا نظلنا نواجهوا شو اشتغلنا يعني الإجراءات اللي عملناها قدمنا اقتراحات أثناء منقشة الموازنة ومرة أني قدمت اقتراح عنون نجو حول على الموازنة ونقاشاتنا بليجنت المال وبتعاون مع النواب وزملاء وبالهيئة العامة توصلنا إلى هذا التخفيض النتيجة بهدا الملف اللي علاء بالموازنة لأنه برجع بقول كل النقاش دائما حول الإصلاح بالموازنة تم حما يعني التخفيض من الموازنة بحدود 224 مليار وتسعينينين وخمسة وعشرين مليار بس هون حاطين الأرقام الدقيقة 224 مليار وتسعمائة مليون هؤلاء من الموازنة العام السنوي كانوا عم ينفقوا 225 مليار كانوا عم ينفقوا ونحنا برجع بقلكم وفرنا أكثر بس هوا بس أنا لكن عم ما أحكي عنه هيدا الجدول يبين الفوارق وهنا موجودين بالموازنة على كل حال بيقدر أي حدا منكن ياخدون من الموازنة هيدا الملف هلا يجينا فهو الملفات وهالإنجازات لتحقق فيها وهذا التوفير هلا بنعمل جردي أخيرة بعد شوية الحسابات المالية وهتنكن بالمداخل الأولى عمقول تكوين الحسابات مدخل أساسي لأنه هذا البرميل ليسمه الخزينة اللي نحط فيه مصاري من تحت الزماء الأرضية تروح على الأرض بشيك هون كانت عم تروح يمكن للجيوب أكثر ملف الحسابات المالية سنشوف هلأ المستندات التي نعم تودي برؤوس كبيرة إلى السجن وإن شاء الله القضاء ياخد الإجراءات المطلوبة هاي الحسابات المالية بتشوفوا هلأ طبعا هون كله عم يطلع دائم كنا على الشاشة كلها مستندات موقعة ورح أنتم كإعلاميين تاخدوا سيدي على كل شيء موجود من مستندات فهذا السيدي في كل المستندات اللي واردي بهذا المؤتمر طبعا بالنصوص النصوص المستندات هلأ كل شيء عم ما أقوله هو مستند رسمي يعني ما عمعكي شيء من عندي ضاعت بعض المسؤوليات عن الوحدات التي نناطى بها القانون موجب إنجاز موجب إنجاز وتدقيق الحسابات تداخل عملهم مع مستشاري الوزير والمتعاقدين مع الوزير ومقدمي الخدمات كانوا يحصلون على توقيع الوزير في معظم الأحيان للأمور التي يطلبونها عن المستشارين هؤلاء المشطبين لأسماء لأني ما بدي أسماء حدا القضاء بيحدد إذا هوا مدنين أو لا وبالتالي تفرض مشيئات تفرض مشيئاتهم عبر توقيع الوزير يفرض المستشار حجب حق الولوج وقد وجه وزير المالية كتابا إلى مدرية الحامل المحاسبة كذا كذا طالبا الاكتفاء بإدراج السلفات التي أعطيت هون في مخالفات في وزراء هون كنعمي خالفه كمان ثم أصبح الرئيس السابق للمركز مستشارا للوزير كذا وبقي يشرف طبعا كلنا عم تقروه هون موجودين شوفوا هون من الأمور اللي عاية تدم القلب عن مال اللبنانيين كانت لأنه بالأبيض هو الاسم ويقوم بتعديلات عند الاتصال الهاتفي طبعا مرفق نماذج أنه على التليفون غيري هالحساب شلي هالرقم بدلي هالرقم هاي المستندات اللي عم تشوفوها من دون اعتماد الوصول القانوني هاي أموالكن عكل حال عم يدوروا على الأموال منهوبة هاي على الأموال منهوبة هلا بتشوفوا النتيجة يداش فيه أموال هون عليها علامات استفاهم طيب المعنيين يسرون على إجراء هذه التعديلات عبر الهاتف ومن دون طرق قانونية وما شابه كيف تم تعديل الحسابات بعد المصادقة عليها من قبالكم هذا رسالة موجهة لحدا وكيف يجري ذلك بعد إقفال الحسابات العائدة العام 2007 ماشي معامل رقم كذا فتبين بحسب حالة مديرة المحاسبة العامة بالتكليف أن تعديلات طرأت على المبالغ المصروفة للعامين 2007 و2008 أدت إلى إزالة الفروق وتطابق أرقام النفقات المصروفة في قطر الحساب إلا أن الفروق هم بقيت بين النفقات المصروفة الواردة في الحساب الإداري ومجموع الحوالات الصادر يعني بيعملوا تعديلات لا يزبطوا على الوراء يزبطوا الفروقات وهلا رح تشوفوا قد رح يطلع معكم في فروقات ببعض الملفات اللي كانت موجودة تبين طلب فتح سنة مالية أقفلت لإعادة طباعة حوالة مفقودة في حوالة مفقودة فتحوا سنة مالية عن العام 2009 وقالوا جاءوا طبعوا لحوالة من جديد مع العلم أن الجهة المستدعية تشير إلى شك مفقود طيب وين مفقودة دا الشك حدا لقا وشو قديش قيمته طيب عمليات مالية تعود للعام 2006 أدخلت خلال شهر حزيران 2010 على سنة 2006 هاي بالوراء الموجودة عند القاضي هلا بلكن قديش حجمه هيدا طيب هوني مسلا مديرة محاسبة الغولة تكليفة عم تقول لون أنه ما قدرت تعرف مين الشخص المسؤول عن إلغاء العمليات في عمليات محاسبية ألغيات ونميل المسؤول ما بتعرف فلذلك شالوها شوفوا هون كمان عم تشوفوا بعض الوثائق هون نرجع للفروقات نرجع من نجي للفروقات في حسابات بالدولة من المديرية مع مديريات أخرى بتلاقوا هيدا حساب شيء وهيدا بالفرق وين راح واتم بروحوا بدأوا بطلع في فروقات الفروقات وين راح طيب يرجى أخذ العلم والإفادة عن سبب هذه التباينات في أقرب وقت ممكن لتمكين مديرية المحاسبة منتابعة إنجاز مشروع قطع الحساب كذا هولي ليلون علاءة بالفروقات هوني في أيضا فروقات أدمبتكم بالحسابات في موجه يعني رسالة أنه قد يكون الأمر خطيرا للإفادة بسرعة هاي اللي عم تشوفوها مستندات الدولة اللبنانية كل هاي لبعدة أيضا موجودة بالحسابات بدي روح من هولي للهبات في ملف الهبات على رح نكشف شيء جديد للرأي العام حول الهبات لتشوفوا لو تشوفوا أموالكن أيها اللبنانيون كيف يتلاعب بها وكيف تخفى وماذا يكون مصيرها أولا بالهبات كانت تسجل خلاف الأصول إلى عام 2012 هيدا بمشروع قطع حساب بالألفان وخمسة عم يقول قديش في فروقات بين المستندات اللي قبلت بمراسيم وبين المسجلة فتح حساب خاص للهبات طيلة السنوات اللي قبل 2012 مش بحساب الخزينة لأنه بحساب الخزينة بدأ آلية للإنفاق بحساب خاص بمصرف لبنان بوقع رئيس الحكومة ورئيس الهيئة العليا للإغاثة ببعض الملفات كتير بما فيها تعويضات حرب تموز طيب هيدا الملف قيمته ثلاثة مليار دولار أنا ما عمقول ثلاثة مليار دولار هولي مسروقين ولا كلهم منهوبين يمكن يكونوا يكونوا كلهم صرفوا وفق الأصول ويمكن مش وفق الأصول طيب لا نعرف شو رحنا لعند القضاء هيدا الملف جزء من ملف الحسابات المالية قدمنا الإخبار للقضاء وعم يتابع طيب لا يعرف وين راحوا هالمصريات شو بدو بدو حاكم مصرف لبنان يبعتلو ليستا بالمصرفات لأنو عاملين عليهم سرية مصرفية هلا ما بعرف أنا عند المال العام على سرية مصرفية ما بعرف بأي قانون هذا موجودين بمصرف لبنان طلب القاضي المالي وهلا راح نشوف هيدا المستند لي بين إيديا يكون طلب أول مرة من حاكم مصرف لبنان أنو يزودوا بلاحة هيا مكتوبة كما وتحديد أول شي طالب منه للتفضل طلب من النائب العام المالي أول طلب كان بشهر شوف لكم الشهر تعرفوا التواريخ كمان أول طلب كان بخمستاعش واحد بخمستاعش واحد الفين وعشرين شو بيقول بيقول بالطلب المرجع النياب العام المالي جانب حاكمية مصرف لبنان الرقم الملاف في الموضوع طلب معلومات للتفضل بإفادتنا عن مصير الهبات التي تلقتها الدولة اللبنانية في الفترة المتدة من العام الف وتسعمائة وسبعة وتسعين حتى العام الفين وعشرة حتى ما يقول حدا هلا بفترة معينة هاو قبل ما تتسجل بحساب بالوزارة المالية فإذا كل هذه الفترة والتي فتحت حسابات خاصة لها لدى المصرف المركزي وقيمة هذه الهبات وكيفية انفاقها وبيام ما إذا كانت قد أنفقت بالكامل أم لا وتحديد القيم الباقية لهذه الهبات في حال وجودها كما وتحديد الجهة أو الجهات التي أنفقت هذه الهبات وتزويدنا بالمستدادات التي جرى الانفاق على أساسها هذا أول كتاب بعث له إياه وإياه وما إياه جواب بيرجع كتاب إعادة كتاب تأكيدي كمان بيرجع بيطلب نفس الطلب هذا تاريخه بتسعة عشر اثنان الفان وعشرين نحن اليوم نطالب حاكم مصرف لبنان بتزويد القضاء بجرد كاملة عن كل دولار صرف بالهبات من الهبات لمن لأنه أنتوا صدرتوا تشكات أنتوا أعطيتوا يجدكن الطلبات من الجهة اللي أنتوا حاطين الحساب باسمها وهذه الأموال هي أموال للشعب اللبناني بنا نعرف كيف أنفقت هذا رقم ثلاثة مليار دولار نحن بالنسبة لألنا هذا رقم مشتبه به وبالتالي نحن بنطالب أنه يكشف عنه أنا بفترض معلي سري لكن عندما يطلب القضاء ملزم المصرف أو حاكم مصرف أنه يجاوي طيب الخلاصة لملف الحسابات المالية الخلاصة هذا مستند رسمي يتضح أن المستندات مفقودة أو مهملة وجرت عملية إخفاء الكثير من المعلومات عن الإرادات والنفقات ولم تكن المهى المحترمة إطلاقا والأرقام لم تكن متطابقة والقيود فيها أخفاء لا تحصل يرجع شو بيجيء بيقول هذا المستند فيمكن عندئذ وضع علامات استفهام حول مصير آلاف مليارات الليرات من ضرائب غير محصلة ورسوم قنصلية وإرادات مختلفة وهبات وسلفات وقروض وتجاوزات في الاعتمادات المدورة وحسابات الأمنات والقيد المؤقت والتأمينات والحوالات والعمليات المكررة والمعكوسة هذا هو المال اللي عم تدوره عليه هيا موجود هذا الملف عند القضاء بتعرفوا قديش عدد صفحات هذا الملف الموجود عند القضاء الفين وخمسمائة صفحة بكل تقاريره ومستنداته وأسمائه وجهاته الفين وخمسمائة صفحة مين بدو يدقي فيهم هون مش نحن بنطلع عند دقي فيهم لأنه القاضي هو بيدقي هو بيقدر يستدعي هو بيقدر يجيب مستندات أكتر هو بيقدر يحقق هو بيقدر يقلنا هذا الاسم متهم أو مش متهم هذا الوزير متهم أو مش متهم لأنه ممكن يكون في وزراء أبرياء ووزراء متهمين وهذا ملف موجود كل بكله وكلكله عند القضاء طيب الملف اللي بعده راح نروح على المسح العقاري على بنوجه على الصرف الصحي مش مشكلة وقلنا نروح على المسح العقاري بنوجه على الصرف الصحي لأنه كمان دسم شوي الصرف الصحي بنأجله شوي شو عم نحكي عن المسح العقاري من أقصى عكار إلى أقصى الجنوب في قرى أو بلدات ومناطق غير ممسوحة ما فيها سندات بعدها على حجج البلدية دولة من خلال وزارة المالية بتعمل مناقصات بتكلف شركات للمسح العقاري في عملنا إجراءات قانونية حجم الهدر الجهات المسؤولة النتائج طيب اليوم الدولة عم تحكي عن أملاكها أنه بدأت عمل صندوق للتعافي بمعزل عم ما قفنا منه بس عمون شو عمين حكا بدأت حط في أملاك الدولة بما فيها الأراضي طيب هون في أراضي للدولة اللبنانية الإجراءات اللي عملناها متابعة مع وزارة المالية إثارة الملف في المجلس النيابي إخبار على لين القضاء نحن بنعرف في مشاكل كتير بأضايا المسح لكن رحنا على المال العام يعني كان همنا بالدرجة الأولى المال العام في عشرات الملايين من الأمتار التي هي ملك الدولة أو ملك البلديات نتيجة التواطئ بين جهات عديدة تضيع اليوم وضاع بعضها وسجلت بأسماء نافذين في السلطة أو في غير السلطة أو نتيجة رشاوة لقضاء ما تابعوا الأضايا طيب عنا ملايين الأمتار هادي مال هذا صحيح مال غير منقول ما نوكاش يعني لجنة مال تستطيع الدولة أن تستثمروا لمصلحتها لمصلحة البلديات لمصلحة الناس نحن بهذا الملف تابعنا ولا نزال نتابع لأن المشاعات بالقرى بالبلدات هي ملك الناس وليست ليأخذها فلان وفلان الخطر الخطير بهذا الموضوع وأنا أجتني المراجعات كثيرة من منطقة عكار منطقة الجنوب أنه قبل كانوا حاطين يدون على المشاعات بس ما عندهم سنة تمليك هلا عم يملكوها لهؤلاء المتنفذين إذا حدا بدوا يقول لي من هنا بلوناي موجودين أسماء بالقضاء موجود بالقضاء طيب في دارة شؤون العقارية معنية ووزارة المال معنية الشركات المتعهدية معنية هلا مين المتورط برجع بقول قضاء هو بدوا يقلنا مين المتورط بالنتائج نعم جراء استرجاع بعض المشاعات نديجة المتابعة والمواكبة ومن مخلصين في الكثير من المناطق بالمواكبة معنا لكن التحيئات بعدها مستمرة بالقضاء المختص ببقية المشاعات هذا ملك عام ملك للدولة هذا مال أيها المسؤولون هذا مال فيكن تقدروا تسترجعوا وما بدوا شيء هذا الأمر بس القاضي والجهة الرسمية المعنية تابعه بشكل شفاف ووفق معايير قانونية بنسترجع الكثير من الأراضي اللي التابعة للدولة واحد من الملفات الأساسية التي لم نعلن عنها بالإعلام ملف الصرف الصح حقيقة هذا من الملفات الكارثية في لبنان رح قبل ما خلينا نعرض برجع بحكي بعد العرض بحكي شكرا 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 بطل ما شفتوا هده تارير نحن هده اشتغلنا فيه من اشتغلنا فيه من فترة نزلنا على الارض صورنا و احنا جابنا الملفات المستندات في محطات يعني شي حياة محزن للشعب اللبناني اليوم انه يعرف ماله وين راح وين هدر في محطات انبنت متل ما شفتوا محطة ايشبيل بقرض فرنسا استقرضنا من برا ودفعنا ومع فويد ما بعرف اديش نسبة الفويد المستند موجود عند القضاء شوية المحطة نبتة فيها العشب ما فيها الشبكة مش شغالة اذا هلا بني يرجعوا شغلوها يمكن بدها صيانة بدها محطة صور خمسين مليون دولار تكلفتها رحنا صورنا وعيننا ونزلنا على الارض من خلال الفرق اللي عم تشتغل معانا وتبين انه ايضا هي غير عاملة مناشا غالي خمسين مليون دولار اذا بنا نجح نصلاحها مدري قدي بنا ندفع حلق محطة ترابلوس تكلفتها عالية لكن ندفع ميت مليون دولار نسبة الاستثمار عشرين بالمية مثلا محطة تشوف اللي شفتوها الدراسي الحكومة وقتها قررت انه ببرنامج بنا تحتية خمسة مليون دولار عشان ينزل هذا خمسة مليون دولار شوي نزلوا عملوا بالدراسة التانية طلع بدهم بعد تسعة مليون يعني لو بلشوا بالخمسة مليون يوقفوا بنص الشغل بقولوا لا الدراسة غلط كل واحد بحط المسئولية على التاني نحن بهذا الملف عم نشوف انه في سبعمائة وخمسين مليون دولار انفاق على المحطات نسبة الاستفادة تماني بالمية تارير وزارة الطاقة هذا بالالفين واثماش مش هلأ يعني يمكن هلأ نسبة تكون تدنت وشفته المشاكل الكبيرة بملف الصرف الصحي طبعا هذا الملف مفترض يكون عند القضاء أصبح ناضج نحن قدمنا طبعا مش هبس هذا التأرير قدمنا له ملف كامل حول وضع الصرف الصحي بلبنان حول الهدر بهذا الملف حول الانفاق غير المجد وضع المحطات ووضع صرف الصحي بكل لبنان واثاره البيئي كثير مدمرة وكثير كبيرة نحن مش بس منا نحكي عن خسائر المالية نحن بنحكي أيضا عن خسائر كبيرة لحق بالبيئة وبصحة شعبنا وبصحة الناس ملف الثاني اللي اثرناه أيضا ملف التحويلات المالية للخارج سنشوف شريط سريع وبنحكي كلمتين عنه أيضا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكل كنقر أو أصحاب المصارف شيلوا مصريتهم لبرة وبقية المدعين يذلوا على أبواب المصارف طرحناه بالمجلس نيابي مع حاكم مصرف لبنان مع المصارف مع مع كل المعنيين نتيجة اللي وصلنا له أنه هيئة التحقيق الخاصة بدأ طلب قضائي أنه هذه الأموال أموال مشبوهة لتحقق فيها وإلا هي ما مستعدة تقول مين اللي حول أمواله لبرة هون على الآن طيب طلبنا القضاء علنا يا قضاء ابعت طلب رسمي مثل ما هلأ شفت الطلب الرسمي للمدعي العام المالي لحاكم مصرف لبنان حتى ما ظلنا نحكي حكي أنه بعض طلب رسمي بعض طلب رسمي لهاية التحقيق الخاصة أعلن فيها أنه كل الأموال أنا بالنسبة لي من أول 2019 يا أخي أدباتكم من 17-20 كل الأموال التي حولت إلى الخارج هي أموال مشبوهة حتى يعطوك يا قضاء أسماء ولا نعرف لمين هذه الأموال وكيف هربت وبالوقت كان في المصارف مسكرة وليش أموال المودعين مسجونة وأموال النافذين تهرب إلى الخارج الموضوع بده تحرك من القضاء باتجاه التحقيق الخاصة وهي أنا عم نقولة علنا وندعوه إلى هذا الأمر ملف أخير متفرقات سريعة هول لأنه نشتغلنا فيهون متفرقات العنوين إجارات مباني رسمية صار فيه تخفيض زهيد لكن التخفيض بالمباني المستأجرتها الدولي في المؤسسات يعني الاتصالات شو مستأجري بقية المؤسسات البلديات شو مستأجري هيدا ملف كبير طبعا صار في طلب من الحكومة أنه هي الحكومة طلبت أنه يعادة التفاوض التخفيضات بسيطة تأجير أملاك للدولة يعني الدولة عندها أملاك عم تأجرة تتذكر وتناثرنا موضوع أرض الجولف بقى الف ليرة من درب السنة أو بقى ثلاثة لاف ليرة ألا نجوا عملوا تفاوض على بعض الأملاك بعد ما أثرنا هذا الموضوع لعيدوا النظر بسد بريسا أثرناه بالهيئة العامة صار في إدعاء من قبل المدعي العام المالي قيمة الهدرة تماني مليون دولار في إدعاء على مجلس الماء والإعمار وعلى الشركة المتعاهدة هذا موجود عند القضاء عقد الليبون بوست تتذكروا بمناقشة الموازنة وقتناثرنا عقد الليبون بوست أنه الدولة عم تاخد أرباحة ولا لا وبعوا في بعض الناس زعلوا أنا صدقا أنا أصلا ما كنت عارفة لمين أنا وقتنطرح الملف ما بيسأل لمين فبعض الناس زعلوا أنه فكروا في استهداف أو ما شابه لا عقد الليبون بوست هلأ الحكومة رجعت مددت فترة معينة وبدأت أعمل دفتر شروط جديد ونحن بنى نواكب هذا دفتر جولان وهذا ملف يعود بالمال على الدولة اللبنانية وما بيجوز يبقى معلق بهذه الطريقة راح أقول باختصار النتائج نتائج الخلاصة المالية أولا أولا حجم التوفير حجم التوفير حسب كل ملف ملفه قرض من دون جدوى أربعمائة مليون دولار ألغية بمطالبتنا نحن بأثناء مناقشة الموازنة بالهيئة العامة بالسنة الماضية الأدوية 300 مليون دولار توفير الموازنات 150 مليون دولار قطاع الاتصالات 100 مليون دولار التوفير بس بهذه الحركة اللي عملناها ببعض الملفات 950 مليون دولار هو يمكن بالنسبة لبعض الناس منهم أرقام يمكن بعض الناس خصوصا الفاسدين يعني ما بتعنيهم كتير لكن نحن بنعتبر أنه بتعني الشعب اللبناني كتير هذه الأرقام طيب مبالغ قيد التدقيق من الجهات المختصة الهندسات المالية والفواد المرتفعة 25 مليار دولار الهيبات 3 مليار دولار قطاع الاتصالات 2 مليار و 500 مليون دولار الصرف الصحي حوالي 500 مليون دولار شراء المحروقات طبعا حوالي 500 مليون هدر لأنه نسبة الاستفادة قليلة شراء المحروقات 21 مليون دولار سد بريسة 8 مليون دولار المجموع المبالغ التي يتم التدقيق بها من الجهات المختصة سواء تدقيق بتعمله الحكومي أو القضاء 31 مليون دولار ما عمقول هاي ال 31 مليون دولار أموال منهوبة أو مصروكة كلها لكن هاي مشتبه فيها هاي فيه إمكانية نسترجع شيء منها هون اللي بدي قولوا للجميع قوى سياسية وحكومة وقضاء وكتل أنه كلنا عم نفتش عن إيرادات لهذه الدولة عن أموال مثل بقولوا كاش وعم يقولوا بحاجة لعشة إلى 15 مليار على مدى آآ ثلاث سنوات طيب في عنا نحنا أموال مشتبه فيها كلها موجودة عند القضاء أو عند لجنة تدقيق اللي بدأت كلفها الحكومة طيب ما فينا نطلع عن صارح الرأي العام وان شو مصيرون هون أنا من هالا عملكون يقولوا كلهم هون ما فيهم شيء مني زعلين أو يقولوا لنا كل هاي المستندات ما وصلت لنا نتيجة بقول نحنا عملنا اللي علينا وقدمنا كل هذه المستندات والملفات واليوم صارت بيد الرأي العام وقتنا منسلمها للإعلام منعلينا على العلان صارت بيد الرأي العام وهذه نماذج طبعا بدي ألفت هذه نماذج لأنه البقية موجودة عند القضاء ما فيني يجيب لكم 2500 صفحة من هون و300 صفحة من هون و200 صفحة من هون لا عملنا نماذج يعني تبين الواقع الموجود نحن بالنهاية بنقول الركيز الأساسية بدنا نرجع للقضاء يمكن اسمعتوا مني كلمة القضاء كثير اليوم ومش عم نلقي التبع على القضاء أبدا هدي مسؤوليته هدا واجبه نحن مروح ما نعدله لقوانين نحن بنعمله أحسن آنون لاستقلالية القضاء نحن بنواكبه بنتابعه بنرفض التدخل من أي جهة معه لكن هو بده يقوم بواجبه هو بده يقوم بدوره القضاء عندما يوجد قضاء نزيه أو قاضي نزيه عندما يوجد قاضي نزيه يخاف السارق من المحاسبة وتستقيم مالية الدولة هذا اللي حبيت أعرضه أمامكم إذا في أي سؤال أيضا نحن جاهزين يظهر للمشاهد هذا المؤتمر وكأنه تقديم براءة من قبل حزب الله ونواب حزب الله على أنه نحن اشتغلنا يعني قمنا بما نستطيع أن نقوم به بدون ما ينفهم سؤالي كدعوة لعادة تكرار ما حصل سابقا اليوم نحن بثماني أيار على بعد يوم من ذكرى السابع من أيار كيف بده يقنع حزب الله جمهوره أولا ومناصرين أيضا أنه في سنوات سابقة أو في يعني في سبعة أيار ذات يعني عام 2008 قام حزب الله يعني أول شي بي يعني بنكث أحد الوعود التي كان يقدمها سابقا لا أنه صار في استهداف للمقاومة وقام بما قام به بذريعة المصلحة العامة كيف المناصر حزب الله وبرجع بكرر يعني ما بدي نفهم سؤالي وهو يعني دعوة الإعادة بتكرارها يعني ما حصل أنه كيف بده يقنع مناصر حزب الله على أنه هذا كل ما يستطيع أن يقوم به حزب الله في موضوع وفي ملفات مش بس يعني نتحدث عن مليارات هديرات تحدر خلص نحن صرنا بال بالانهيار نحن صرنا بمرحلة جمهور المقاومة كل الطواف وكل الشعب اللبناني في خطر حقيقي كيف تقدر تقنعه أنه نحن كحزب الله اللي قام بهذا الحدث عام الفين وثمانية أنا كل اللي بقدر أعمله أنه أدم ملفات للقضاء وبعدها من شوف شو بسير الظروف والأهداف مختلفة هون في مقاومة صار في تعرض لإله مقاومة بآلياته في مواجهة العدو الإسرائيلي تستخدم وسائل معينة بحماية نفسه من الاستهداف كان داخلي أو خارجي تستخدم طرق معينة كان إلى ظروفه هذيك المرحلة وكان إلى أسبابه وما بنا نرجع ننبش الماضي واللي صار هو لحماية المقاومة من الاستهداف ومن القرارات الجائرة أنا ذاك واتم نيجي على الداخل نحن عنا منهجية في مقاربة الأضايا الداخلية يجي حدا بيقلك أنت حزب الله التي تغير معادلات بالمنطقة واللي فرضت على الإسرائيلي هذا الهزيه الهزيمة واللي عندك كل هذه القوة وهذا الدور هل يعقل أنك مش قادر تاخد وزير سارق أو موظف سارق إلى السجن بنقوله المقايسة خاطئة هون في آليات مختلفة وذكرت أنا بينما بالداخل منهجيتنا من أول يوم فتنا على هذه المعركة نحط منهجية ونحط سياسة عامة وأقررتها قيادة حزب الله نحن سنكافح الفساد بالقانون وليس بقوة الذراع مش نحن بدنا نروح بأنفسنا نطبق القانون نحن نظل نواكب ونتابع ونصحح وهذا بلدنا هيك بالموضوع مكافحة الفساد بدوا بدوا تعاون بدوا بدوا أيدي متشابكة شعبية أو سياسية هلأ لو هي معكوسة صحة تعبير يعني لو حزب الله طلع آل فلان حرامة وروحوا يا ناس عتقلوا ببيته شو كان بنقال هذا انقلاب على الطائف وعلى الدستور وعلى الدولة وهذه دولة داخل الدولة وا 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 لا نحن واضحين وصريحين مع الناس من أول يوم نحن حرصنا وجديتنا وإسرارنا رحنا على الآنون لأنه هيك بنقدر نصلح بالبلد بننا نبني دولة ولا ما بننا نبني دولة لا جمهورنا بيفهمنا هلأ عنده ألم عنده واجع مثل كل اللبنانيين من الفساد ومن استشراء هذا الفساد لكن نحن بدنا نقول لهذا الجمهور لهؤلاء الناس من خلال مؤسسات الدولة ومن خلال القانون بدنا نكافح على الفساد نحن مش عم نقدم ملفات وبنتركها لا دليل على ذلك قطاع الاتصالات ما تركناه وهي نوصلنا لنتيجة مش صحيح أنه ما فينا نوصل بلبنان لنتيجة موضوع الهبات هيا أنا عم نتابعة بموضوع التحرك القضائي كل ملف نحن مقدمينه نواكبه أحيانا إذا بقلكن يوميا لكن ما بنطلع بنعلن لأنه مش كل يوم بنطلع نقول لهم قدمنا ملفات وهي مستندات وهي ملفات لا نحن بنوصل لنتيجة بننا ناكل عنب في شي بنا نعمله بالمجلس نيابي بنا نعمل أوانين في ثغرات ببعض الأوانين بنا نروح نصلحها هلأ ممكن حدا يجي يقول ليش قبل لا بنقول نحن لزروفنا للمعارك اللي كنا عم نقضوها لأجل لبنان الحروب اللي كنا عم ندافع فيها عن لبنان اللي عم تشن علينا كانت الأولوي محددة بموضوع مكافحة الفساد كنا عم نقوم بدور من الالفان وطمان وطمانتعش وجاي رحنا على مسار مختلف فلذلك لا بدنا يعرف اللبنانيين جميعا أنه بدنا نكرر كلمة القانون وكلمة القضاء والمؤسسات والفوضى ما بتوصلنا لمحل الفوضى بتخرب البلد ولو بنى شعبوية ومزايدات وإلى ما هنالك نحكي يمكن حكي آخر وسادم مش قيامنا ومش منهجيتنا فضل يجد منحته القضاء سنة ورجعته مشيته على محكمة الرأي العام هلأ عم ترجع الطالب القضاء أنه يتحرك تتوقعوا فعلا أنه يوصل لنتيجة وهلأ بعدك عم بتقول أنه نحنا بدنا القانون ماذا لو لو القانون لم يحضر لكم من من هو منطورت ماذا لو لم يحاسب القانون شرح تعمله بدي قول شي بالموضوع الداخلي كمان هذا بيرجع بيجاوب على على السؤالين نحن في الموضوع الداخلي لسنا وحدنا يعني مش فقط حزب الله هو موجود في مؤسسات وفي قوة وفي كتل أخرى إذا الكتل الأخرى ما مشيت معنا ببعض الأوانين كيف ننطور لهذا الأنون إذا القضاء إلى الآن بيقول لك أنا ما بيشتغل بإجتهادات معينة لتعمل لي آنون آخر طيب نحن عم نلجأ إما لهائة التفتيش القضائية إما لمجل القضاء الأعلى إما للمجل النيابي إما للحكومة بنى عبر هذه المؤسسات بالقضاء بعض الملفات أنجزة حتى كمان نعطي حقلة لأنجز بعض الملفات ولكن في ملفات كبيرة بعد ما أنجزت شو بنى نعمل بنى نظلنا مصرين وملاحقين مثل ملاحقنا بعض الملفات وبعد أربع سنين طلعت نتيجة بنى نظلنا متابعين أيضا شراكة مع الناس شراكة مع وسائل الإعلام بالحملة القانونية الممنهجة البعيدة عن التسييس والتشهير هايدي كمان بتساعد وبتفيد لأنه هي حرب شاملة هايدي حرب ما في فريق لحالوا يقوم فيها نحن قلنا دورنا متصديين لكن الآخرين بدي قوموا بدوروا وآخر الشيء رأي العام بدوا يحاسب بس تيجي الانتخابات قال الرأي العام يحاسب كل نوابه مين صدق معه مما صدق مين مشي معه مما مشي معه شكرا ورشي على الاستعراض المطول لشفني ولكن دايما بالنتائج كنا عم شوف تعثر تحقيقات استمرار تحقيقات أرقام بالهدر هيدا الشي مبلش من سنوات متل ما شفنا ومستمر بالنتيجة لليوم ما شفنا مش حقول حدا بالحبس حقول موظف واحد لم تتم إقالته على الأقل من منصبه لتقدروا تكفوا توصلوا لنتيجة يوم حزب الله موجود بالحكم وعم يتابع وعم بحضر ملفاته ليش موصلنا نقول هيدا الشخص لازم نشيله من وظيفته لأنه بلا ما يكون مسؤول لأنه لازم يتحاسب موظف على الأقل صحيح لي عم تحكي أنه شفنا ملفات واستمرار تحقيقات لكن بعض الفاسدين أو الفاسدين ما شفناهم بالسجن طبعا في نتائج لأتحقق وأشرت إلى بعض القطاعات طب هاي مسؤولية مين يعني مين بده يقول فلان فاسد ما لازم يكفي شغل وبتعرفي صار بعض الحالات بإدارات الدولة استنفرت العصبيات والطائفيات والمذهبيات للدفاع عن هذا أو ذاك نحن عايشين ببلد هيتركيبته هيتركيبته للأسف حتى عندما يصرخ المواطن من وجعه كل مواطن بصير يصرخ من جهة معينة ببرق اللي هو عندهم وباتهم الآخرين نحن عم نقول لكل هؤلاء المواطنين أنتو عم تنوجعه أنتو هذي هؤلاء الذين أخذوا مالكم أخذوا لجيبتهم شو استفدتوا طب هلأ هلأ بنخلص من هذا المؤتمر الصحفي بنروح على البلد بنشوف هيدا بدافع عن هيدا وهيدا بيحمي هيدا وهيدا بي بده يتسطر على هيدا نحن البنا نقوله الاستقام العمود الفقري هو القضاء المستقل والنزيد طيب بنا نقدر نوصل لهون لازم كلنا نشتغل ونتساعد لنوصل لهون في اقتراحات أوانين عم تتناقش بالمجلس النيابي لازم نضغط جميعا حتى تقر هذه القوانين ويصير عنا سلطة قضائية نزيهة وتروح تشتغل بعيدا عن السياسة ما في عنا طريق آخر يعني إذا حدا بدي يسأل حزب الله ما هو الطريق الآخر الذي يمكن أن تمشي عليه لمكافحة الفساد منقل له الطريق الوحيد المتاح الآن هو القانون عبر مؤسسات الدولة اللبنانية بدنا نراكم تجربة بدنا نراكم ضغط بدنا نراكم إنجازات بدنا نراكم وعي لنوصل لمحل الفاسد الناس لحالة تصير بتشير لأله حتى القضاء يروح يحاسبوا أيضا فضل أنا أشرت بالنص وطالبنا بأسقف زمنية هلأ بالتعديلات اللي عم تجرى على القوانين تعيط القضاء مفترض يكون في سقف زمني بآنون اللي نحن اقترحناه اللي بيسمح بالملاحقة الموظفين حددنا أسقف زمنية كان مفتوح يعني كان الجهة المختصة وزير بد يفترض وعنده موظف إذا بعطلوا القاضي طلب يحطوا بالجارور إذا ما عطى الجواب ما بيقدر يلاحق وهلا لا بالاقتراح أصبح قانونا صار في مهلة خمسة عشر يوم للوزير أو للجهة المختصة وللمدعي العام التمييزي صار في مهلة وهي أول مرة توضع هذه المهلة المحددة لا يعطى قدم بالملاحقة فضل ساعة النائب اليوم رغم كل الملفات اللي عم تعرضوها والشغل اللي عم تقوموا فيه في كتير جهات وحتى شريعة شريحة يعني من الناس تتهم حزب الله بأنه يغطي الفساد لأنه يخضع الاعتبارات معينة يعني اليوم إذا في ملف متهم فيه أو مرتكب فيه شخص معروف الحزب بيعتبر من الشريك أو الحليف أو الصديق يقال أنه حزب الله يعني لن يستطيع الذهاب بهذا الملف للآخر كيف بتردو على هيدا التهمة بهذا الموضوع يعني اليوم هل الاعتبارات رح تكون أقوى من التحيئات الفساد يعني النية بمحاربة الفساد هيك عم ضد على الاتهمات مش أنا عم قول بس انه في اتهامات بتقول هيك أولاً بدي أشكرك على هذا السؤال لأنه دائماً بينطرح علينا سؤال حلفائكم وانتوا عم تغطوا الفساد أنا على الملأ أمام الرأي العام اللبناني جميعاً وأمام الإعلام أقول للكل الذين يطرحون هذا السؤال عطونا أي قرار قضائي بملاحقة أي أحد من أي حزب من الأحزاب وحزب الله دافعه أو منعه أو رفضه مثلاً منذ ما نفوت بأسماء حلفائنا مش هيك بيحكوا عن حلفائنا طيب هل القضاء طلب له شي وزير أو شي نائب أو شي موظف من أي حليف كان لألنا واستدعاه ونحن حكينا منعنا غطينا وين عم نغطي خلي القضاء يجي قول هذا الملف وذاك الملف لهذا الوزير لهذه الشخصية وخلي شوف إذا نحن بنطلع نحكي كلمة عن هذا الموضوع أبداً هذا مجد اتهام سياسي لكن في شي فعلي في شي عملي هذا الاتهام أوات الأمار كانوا يتهمون أيها أوات بعض القصوم السياسيين أو بعض وسائل الإعلام أنه أنتو عم تحمل كيف عم نحمل فاسدين إذا ما نحمي واحد نمنع القضاء يخضوا شاك نمنع القضاء يستدعي بنخبي شهذا هو الحماية وين نحن عاملين هيك أي قاضي استدعى أي حدا من أي حزب من حلفائنا وحدا سمع مننا كلمة تفضل القضاء يستدعي من مما بده مننا ومن غيرنا وإذا بيلاقي في أي تدخل من قبل حزب الله يطلع يحكي وإذا بدوش يحكي يقول يسرب محل ما بده هذا الموضوع غير موجود في قاموسنا على الإطلاق عندما يستدعي القضاء أي أحد في لبنان وندعوه إلى استدعاء أي مشتبه في لبنان عندما يستدعي لن يكون لنا أي موقف سلبي نحن بهمنا قضاء يشتغل خارج إطار التسييس وخارج إطار الاستنسابية ويفتح كل الملفات وليح كل الأشخاص حلفاء ولا غير حلفاء طيب إلنا ساعة ونص عم نستعرض ملفات هل المواطني اللبناني عم بيسأل إنه نحن غير مستعرض بهال مستندات في حكومة وهيدي الحكومة عب تقول إنه بده تفوت بمكافحة الفساد وبده تفوت بالملفات الأموال المنهوبة لكن أقل شيء يلي هي التشكلات القضائية للقضاء هيدا شيء بديه بأي دولة بالعالم بده يصير فما عب تصدر أو حتى الهيئة النازمة كانوا للاتصالات أو للكهرباء نحن موقفنا من تشكلات القضائية على الملأ لا نتدخل بأي شكل من الأشكال وندعو إلى اعتماد المعايير القائمة على الكفاءة والنزاهة والإنتاجية بعيدا عن أي تدخل سياسي نحن نحن نتحدث عن حالنا على غيرنا هو يتحمل مسؤولية موقفه وإذا حدا عنده أي شيء بهذا الموضوع يجي يقوله نحن أبدا هذا الموضوع لا نتدخل فيه على الإطلاق موضوع تشكلات القضائية نحن ليش عم نعرض الملفات والمستندات أولا لأنه واجبنا قدام شعبنا نقول له هذا اللي اشتغلنا نحن قلنا جارة عساب عن عمل سنتين نحن كنا ملتزمين أنه بعد فترة بنا نطلع أمام الرأي العام نقول له هذه هي ملاء الملفات والمستندات ودائما في مطالبات أيضا لألنا أنه بتحكوا عن ملفات وعن مستندات وين هي ليش ما وصلت لنتيجة نحن طلعنا اليوم لنقول لهم هاي هي المستندات النتيجة عند القضاء روحوا كلكم طالبوا القضاء وصلتوا الموضوع بهذا الاتجاه حتى القضاء يقوم بدوره واجبه المواطن الموجوع وجعوا من وجعنا نحن عم نقول له هذا جزء من مالك نحن رحنا نبشنا لك على هذا المال وين موجود كيف نسرق كيف نأخذ أخذنا إلى الجهة المستصة لترجع لك إياه نحن هذه هي الطرق اللي بنقدر نسلكها وهذه الطرق اللي بنسلكها هلا ما بيلاقي النتيجة اللي بدوا إياها ممكن لكن في نتائج اتحققت وفي نتائج ما اتحققت لأنه في ظروف أخرى موجودة بالبلاد واليوم نحن عم نحكي هذا الحكي حتى ندفع أكتر باتجاه استكمال تحقيق ما لم يتحقق من بقية الملفات مساعد وزير الخارجية المريكية شوارشال أثناني من شأنه انتهى بحزب الله أو هذه الحكومة حكومة حساب الله دياب بأدها مدعومة من حزب الله حتى راح أكتر من هيك ليقول أنه ما يحصل اليوم بالنسبة للإنهيار هو سببه لمنع الهجوم أو للتخلص من الهجوم على التمويل غير المشروع لحزب الله والتمويل الإرهابي من خلال حسابات معينة عم يبرر برنامج العقوبات على لبنين شوارت كن على هيدا الكلام الموقف الأمريكي معروف وموقفنا من الإدارة الأمريكية معروف هؤلاء عملهم دائما التخريب على الشعوب ومضايقة الشعوب والحصار على الشعوب واليوم هني عم يحكوا كمان أنه ما بدين يعطوا مساعدات لوزارة الصحة من قال وزارة الصحة بحاجتهم لبنان نموذج رائد كان في تصدي لكورونا بالوقت لشفنا الإدارة الأمريكية تخبطت ممرضينها وما عندهم كمامات وما عندهم أجد التنفس للمرضى وشفنا كيف هاي الإدارة تعاطت مع الموضوع الصحي داخل الأمريكا لا يوحوا يخلصوا بأزمتهم بعدين يجوا ينظروا علينا بلبنان نحن الحمد الله بلحم الحي قدرنا على مستوى الحكومة ووزارة الصحة أنه ننجز هذا الإنجاز من دون حاجة للمساعدات الأمريكية يروحوا يساعدوا حاله لأنه يحكي عن هذا الأمر أيضا نحن هذا الموقف الأمريكي اللي صدر عن هذا المسؤول لن يغير شيئا ولن يؤثر على منهجيتنا وعملنا ولن يغير وجهة نظرنا اتجاه الإدارة الأمريكية لشغل هذا الشغل كيف تحمي الكيان الإسرائيلي وكيف تقدم له المعونة وكيف أنه تواجه الشعوب الموجودة في هذه المنطقة التي دائما تبحث عن استقلالها وحريتها الأمريكيان هني من المسببين لهذه الأزمات الموجودة في لبنان من خلال منع لبنان من الاستفادة من خيارات أخرى حكي عنها سمحت السيد في أحدى المناسبات باتجاه الشرق أو من خلال العقوبات ومنع التحويلات المالية فإذا هني عم يساهموا بالتخريب واللي بيخرب أكيد ما نحن نتوقع منه يكون عنده أي موقف إيجابي على كل حال هذا الموضوع سجال دائما بيننا وبين الإدارة الأمريكية انطلاقاً اللي عم بتقوله عن دور الولايات المتحدة في المنطقة بأحدى المستندات التي عرضت هلأ أنتم أحزفتوا الأسماء المتعلقة بوزارة المالية والمستشارين بس معروف أنه من أشهر المستشارين اللي كانوا موجودين في وزارة المالية أحد الأشخاص اللي هو الوزير السابق جهاد أزعور واليوم هو رئيس منطقة شمال منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بسندوق النقد الدولة الولايات المتحدة الأمريكية هي من أكبر المساهمين في تمويل صندوق النقد الدولة واليوم الحكومة رايحة بإجريها على صندوق النقد الدولة حزب الله يقول أننا سنقبل بمعونة صندوق النقد الدولة بدون أن يفرض الشروط علينا هل يستطيع أصلا حزب الله هو الدولة اللبنانية في العجز والإنهيار التي تقع فيه بأن تفرض شروط على صندوق الدولة اللي بنرجع منذكر أنه المسؤول المنطقة فيها هو مستشار ووزير سابق يعني عم بتوجه له أصابع اتهام أو إيحاء بأنه كان يقوم بأدوار مشبوهة في وزارة المالية سابقاً هلا بموضوع الأسماء ده تعرف منهجيتنا ما 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 سمينا ما دخلنا بالأسماء يمكن يكون فيه العديد من من الوزراء اللي مرأ فيما يتعلق بصندوق النقد الدولة موقف واضح يعني أعلن عنه أيضا سمحت السيد نحن نقبل بمساعدات من أي مؤسسة مالية دولية من أي دولة بسناتنا العدو وفق مصلحة البلد هلا إذا جزء من الشروط تتناسب معنا يعني مثل ما مثل مكافحة الفساد ولا عم نحكي عن الفساد أو تديق بحسابات الدولة إذا إجوا حطوا شرط بنا تنجزوا تديق بحسابات مقمالية الدولة ما نحن عم نطالب فيه أو إذا إجوا قالوا بنا تديق بحساب المصرف المركزي ما نحن عم نطالب فيه أو إذا إجوا قالوا بقد صلحوا الكهرباء بدكن تشوفوا كيف تتعالجوا موضوع الكهرباء أنه هاي شروط هذه نحن مطالبنا فإذا الموقف سأف الموقف نحن لا نمانع بالمساعدة لا نمانع بالتفاوض لكنه ليس تفويضا لأحد بطريقة بشكل غير مشروط لا فيه فيه ضوابط أساسية تتعلق بسيادتنا على بدلتنا بتتعلق بحقوق شعبنا لبناني أي مس فيها طبعا ما رح نوافع عليها رفع الضرائب وأيضا رفع أي ضريبة عامة تطال جميع اللبنانيين أكيد لن نقبل بها ونحن ضدها لكن إذا في ضرائب تطال شرائح معينة تطال كماليات معينة باتجاهات معينة نحن معها نحن وقت طلبنا بالضريبة على زيادة الضريبة على الفوائد بالمصارف نحن طلبنا بزيادة الضريبة على الشركات الكبرى أما ضريبة تطال جميع اللبنانيين أكيد ضدها من هل عمل لك ضدها ولا أحد يستطيع أن يتحمل اليوم بلبنان لا شاء صندوقنا الدولي بيقدر يفرضها ولا حكم بدأتها تقبل فيها ولا شعب لبناني رح يقبل بضريبة عامة على جميع اللبنانيين بدي أشكركم جميعا يعطيكم العافية ونلتقي في مناسبات أخرى أيضا إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر